اشتركوا في القناة المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي 17 مكررا و 17 مكررا واحد نصهما الاتي مادة 17 مكررا استثناء مما ورد في اي قانون اخر يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الاتية عند ارتكابها عمدا من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلا او شريكا داخل المملكة او خارجها الف الجنايات الماسة بامن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول من القسم الخاص في قانون العقوبات متما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين او في حالة ارهاب مسلح من الخارج با الجرائم التي تقع في نطاق الاماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين او الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات جيم الجرائم التي تقع على اموال او ممتلكات او معدات او اليات او مهمات او اتصالات او اشياء او اسلحة او ذخائر او سجلات او وثائق او اسرار قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما اينما وجدت دال الجرائم التي ترتكب ضد منتسب قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني متى ما وقعت بسبب او بمناسبة تأديتهم اعمال وظيفتهم ها الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية او الهامة او المواكب الرسمية متى كانت تأمينها او حراساتها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني واو الجرائم المرتبطة باي من الجرائم الواردة في البنود السابقة ويجوز للقضاء العسكري حالة اي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا للبنود السابقة الى القضاء المدني او لاي جهة قضائية مختصة مادة 17 مكررا واحد استثناءا مما ورد في اي قانون اخر للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري ان يحيل الى هذا القضاء اي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية او اي من الجنايات الماسة بامن الدولة الخارجية او الداخلي والواردة في الفصلين الاول والثاني من الباب الاول من القسم الخاص في قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم المادة الثانية يستبدل بنص المادة 46 من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 النص الات مادة 46 تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثالثة تحال الى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي اصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون ما لم تكن قد رفعت الى المحكمة المقتصة قبل العمل باحكامه